موسيقى مرحبا بكم مشاهدين في نشرة اللي أهم لما نبدأها بأبرز عنوانية موسيقى تداعيات هجوم عين الأسد تتفاعل واشنطن تعتزم الرد على الفصائل والسودان يحذر من المساس بالسيادة موسيقى قصف أربيل لا يمس سيادة العراق طهران تجدد التزامها بأمن بغداد وتؤكد العلاقات متينة ومترابطة موسيقى بغداد تنجز تدقيق أسماء موظفي كردستان ووزيرة المالية تحيط البرلمان بالملف العالق لم نتسلم أي إرادات موسيقى على أرض العراق أو المساس بسيادته والتزام الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وللمستشارين العاملين في البلاد مشيرا إلى قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي والانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون مع دول التحالف السوداني وخلال استقباله وزيرة الدفاع الهولندية أكد أن اتساع دائرة الصراع في المنطقة يعود لاستمرار الحرب في غزة مشددا على ضرورة الحد من فتح جبهات أخرى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم فيما أيدت وزيرة الدفاع الهولندية رؤية السوداني في تغيير مهمة التحالف الدولي والانتقال بها إلى علاقات ثنائية متكافئة كما أكدت أن هولندا ستعمل مع الحكومة العراقية على تحقيق رؤيتها الجديدة إلى ذلك بحث كل من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد الشيع السوداني التطورات الأمنية والانتهاكات التي تتعرض لها المدن والأراضي العراقية وما تشكلهم من خرق الاستيادة وتقويض للاستقرار وتهديد لسلامة المواطنين السوداني أكد الحكومة العراقية هي الجهة المخولة بفرض القانون ومتابعة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حماية أمن العراقي وسيادته ناقش الجانبان خلال اللقاء مجمل الأوضاع العامة في البلاد والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية كما أكد ضرورة توحيد الجهود لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق وإدامته كما تطرق إلى ضرورة معالجة الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل وفقا للدستور والقانون وحسم مسألة رواتب موظفي القليم بما يضمن حقوقهم ويؤمن قوتهم ومصدر عشهم في غضون ذلك أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتعامل بجدية بلغة مع الهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة بالصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبارة ودى إلى إصابة جندي عراقي إضافة إلى إصابات محتملة في صفوف القوات الأمريكية نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينز أكد أن الهجوم كان خطيرا للغاية وشكل تهديدا حقيقيا وأن الرد هذه المرة سيكون من خلال الرد ومحاسبة هذه الجماعة التي تواصل مهاجمة القواعد وليعلم الجميع أن تعامل الولايات المتحدة مع هذا الهجوم سيتم بجدية بلغة حسب ما قال فاينر صواريخ الفصائل تهز قاعدة عين الأسد بعشرين باليستيا وتخلف ثلاثة إصابات وأضرارا مادية وسط تحذيرات أمنيين من تبعات قد تزعزع أمن المدن تفاصيل أوفاء في هذا التقرير لم تكن المرة الأولى لكنها كانت الأعنفة قاعدة عين الأسد تتعرض لقصف بعشرين صاروخا باليستيا أطلقت من الجهة الغربية لناحية البغداد غرب الأنبار خمسة منها وصلت إلى محيط القاعدة أما البقية فقد تمت معالجة بعضها جو وأخرى سقطت في المناطق القريبة من القاعدة قاعدة عين الأسد موجودة باتفاق مع الحكومة العراقية ردات الفعل الأمريكية أكيد رح تكون قوية ورح يدفع ثمنها الأبرياء وقاعدة عين الأسد هي في منطقة مهمة في غرب مدينة الرمادي يعني في محافظة الأنبار محافظتنا الأنبار مستقرة يعني يعيش مواطنيها وكلهم بأمن وأمان وصفحة القتال والقصف والمتفجرات انتهت تقريبا من السنين من المحافظة ما أريدها تعاود مرة أخرى إلنا وتشكل على محافظتنا خطر الصواريخ هذه المرة كانت أكبر حجما من سابقتها أسفرت عن إصابة أحد جنود القوات العراقية بجروح خطيرة واثنين من الأمريكيين وتسببت ببعض الأضرار المادية داخل القاعدة أمر قد تتفاقم تداعياته وينعكس سلبا على المواطنين الساكنين بالقرب من القاعدة الأمريكية حكومة العراقية هي التي تتحمل مسؤولية الأوضاع الداخلية في العراق سواء في كردستان أو في الأنبار أو حسب طبيعة ترتيب العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ونطمح أن يكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع وأن لا ينتقل السراع إلى داخل العراق وإلى محافظة الأنبار سيما أن هذه المحافظة عانت الكثير من الأحداث العسكرية والإرهابية الكبيرة وفي جانبي ذاته أعلنت القوة الأمريكية أنها قصفت السيارة التي أطلقت منها الصواريخ على القاعدة ويرى خبراء أمنيون أن وجود القاعدة باتفاق مع الحكومة العراقية وبالتالي فإن ردات الفعل الأمريكية ستكون قوية فيما يحذرون من أن هذه الاستهدافات في حال استمرارها فقد يدفع ثمنها المدنيون الساكنون بالقرب من القواعد الأمريكية وتؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار المحافظة من الأنبارد ريس شحية قناة الفلوجة إلى أربيل حيث تتواصل الإدانات المحلية والدولية للهجوم الإيراني الذي استهدف أربيل حيث طالبت منظمات مدنية في مناطق متفرقة من الإقليم طالبت الرئاسات الثلاث بحماية سيادة العراق وشعبه استنادا إلى المواد الدستورية المنظمات أفادت بأن إيران منذ سنوات تعتدي بشكل متكرر على الأراضي العراقية وإقليم كردستان على وجه الخصوص متجاهلة الأعراف والقوانين الدولية وتزامنا مع ذلك أنطلقت تظاهرات جمعت ألاف المواطنين في محافظة دوهوك رفعوا فيها شعارات تستنكر الهجوم الإيراني داعية الحكومات الاتحادية إلى تصدي لهذا العمل العدائي ومنع تكرارها في أثناء ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني إن القصف الإيراني على مدينة أربيل لا يتعرض مع سيادة العراق ووحدة أراضيه بل كان عقابا للمعتدين على أمن بلاده وفق وصفه مؤكدا لالتزام طهران بأمن العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وأن علاقات البلدين قوية ومتينة على مختلف الصعود تحرك إيران الأخير وقصفها لمدينة أربيل لا يتعرض مع سيادة العراق ووحدة أراضيه بل كان عقابا للمعتدين على أمن الجمهورية الإسلامية التزامنا بأمن العراق وسيادة العراق وسلامته الإقليمية هو التزام مثبت بالكامل ولا يحتاج إلى التحقق لكن إيران لن تتوانى في الدفاع عن أمنها العلاقات الإيرانية العراقية قوية ومتينة وهناك تعاون ثنائي بين البلدين على مختلف الصعود على أثر ذلك غرفة التجارة والصناعة في أربيل تدعو إلى مقاطعة جميع المنتجات الإيرانية ذلك ردا على العدوان الذي شنه الحرس الثوري الإيراني التفاصيل في التقليل التالي تعوات الرسمية من غرفة التجارة والصناعة في أربيل إلى المواطنين والتجار ورجال الأعمال في عموم الإقليم إلى مقاطعة كل مستورد إيراني من السلع والمضائع التجارية كرد على العدوان الذي شنه الحرس الثوري أخيرا على أربيل اجتماع عاجل وبسبب أن نطالب بالتجارين وأصحاب التجار أن نقاطع بضاعة إيرانية إلى أقليم كردستان بسبب أن الإيران دائما يحاول أن يهاجم أقليم كردستان خاصة أربيل ويعد أقليم كردستان وخاصة أربيل سوقا مهما للمنتجات الإيرانية حيث تستورد العديد من البضائع بما فيها المواد الغذائية والصناعية والمنتجات الصحية والطبية إضافة إلى وجود ثلاثة معابر مهمة أبرزها حاج عمران في أربيل وباشماغ في السليمانية غرفة تجارة الدربيل منتقرر هذا القرار كان قرار صائب بس راح ننتظر ردة ترفع الحكومة أو مدى دعم الحكومة لهذا القرار يعني هذا اللي جاء يصير يعني يزعزع هذا الأمن كله يزعزع يخلي مثلا إذا هاي شيء صغيرة تكررت هنا العالم يقوم تخاف ما حد يجي ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران ثمانية مليارات دولار منها ملياران حجم التبادل مع الإقليم فقط فهل ستكون المقاطعات التجارية سلاحا مهما لردع هجمات إيران متكررة على كردستان كأول رد على استدافات الحرس الثوري وغرفة تجارة وصناعة أربيل دعت إلى مقاطعة البضائع الإيرانية في وقت تتصاعد فيه المطالبات الشعبية هنا في أربيل بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية وحتى السياسية مع الجانب الإيران بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل سياسية وجه مجلس القضاء لعلى رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين في الانتخابات المحلية لأداء اليمين القانونية وذلك بعد يوم على تصديق مجلس المفوضين النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات جاء ذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس محكمة التمهيز الاتحادية القاضي فأق زيدان الذي وجه مجلس رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين لأداء اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف عملاً بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم في شأن آخر أكدت وزيرة المالية طيف سامي إن إقليم كردستان لم يسلم أي إرادات للحكومة الاتحادية خلال العام الماضي وأن حكومة الإقليم اكتفت فقط بتزويد المصافي الحكومية بخمسين ألف برميل نفط يومياً جاء ذلك خلال استضافة الوزيرة من قبل اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وأشارت سامي إلى وجود مشكلة في بيانات إدراج المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية وأنها لن تصرف أي أموال للمؤسسات الحكومية للعام الحالي إلا بعد تأشير مكونات المشاريع ومعالجة خلل التجاوز على تخصيصات جداول العام الماضي من جاربها أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبح المشهداني إنجاز التدقيق أسماء الموظفين في قليم كردستان ضمن التوقيت المحدد لذلك خلال ثلاثين يوماً فيما أكد إرسال نتائج التدقيق إلى مجلس الوزراء الاتحادية المشهداني وفي تصريحات صحفية أكد إنجاز الحسابات الختامية للعام 2016 والبدأ بحسابات الأعوام التي تليها والعمل بوتيرة متصاعدة لإنجاز الأثر المتراكم وأرسالها إلى مجلس النواب لتصديقها أزمة رواتب إقليم كردستان تنتقل إلى المحكمة الاتحادية والبرلمان في خطوة لحل الخلاف الذي تتشاطره بغداد وأربيل ويدفع ثمنه الموظفون تفاصيل في هذا التقرير أمام المحكمة الاتحادية ببغداد انتقلت أزمة رواتب الإقليم بعد أن رفع مجموعة من رؤساء الجامعات والموظفين في كردستان دعوة قضائية على حكومتي بغداد وأربيل مطالبين بصرف الرواتب شهرياً إسوة ببقية المحافظات المحكمة استمعت للحاضرين وعطت رأيها بضرورة إبعاد حقوق الموظفين عن الخلاف ما بين المركز وإقليمه وأرجعت الجلسة إلى منتصف الشهر القادم لحين تقديم طرفي القضية دفعاتهم الكاملة هو نقطتين النقطة الأولى يجب أربيل أن تعطي العدد الحقيقي والدرجات الحقيقية النقطة الثانية يجب فصل الرواتب عن المسائل السياسية يجب أن تصل رواتب أربيل وتدخل أسمائهم بالكيكارد الأصلي للحكومة إذا دخلت يمكن ينتهي الموضوع لكن عدم وجود عدد كافي أو درجات كافية يعني ملف الأسماء ما أعطيه لبغداد فبغداد تعتبر ما ممكن أعطاء رقم معين 500 مليار وقبل لا يردون أسماء مثل ما موجودة عندنا حدود الحراك لا ينحصر قضائياً فهناك شوط سياسي يستعد البرلمان لخوضه بالاتجاه ذاته متمثلاً بتعديل موازنة 2024 والتركيز على البنود الخاصة بإقليم كردستان التي بقيت على قيد خلاف الطرفين منذ إقرار الموازنة هناك متطلبات تحتاج إلى تعديل بعض البنود بالتالي ستأخذ مسار التشريع ولكن بوقت أقصر مما مضت عليه في العام الماضي نعتقد أنه الأسبوع القادم قد تصل موازن إلى ميس النواب نعتقد أنه موضوعة النفط في الإقليم وفقرات الإقليم أيضاً تحتاج إلى مراجعة لمعالجة ما حصل في عام 2023 الخلاف السياسي الذي تتشاطر تأثيره بغداد وأربيل ما زال يدفع ثمنه الموظفون كنتيجة حتمية لعدم الالتزام بخارطة الطريق التي من المفترض أن يرسمها قانون الموازنة العامة بحسب مختصين على الحديد قناة الفلوجة بغداد محلياً قرر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وضع الأولويات لتنفيذ مشروع بناء المدارس بطريقة الاستثمار لاستبدال المدارس الطينية والكارفانية والأيلة للسقوط فضلاً عن الأراضي الشاغرة التي تم تحديدها السوداني وخلال رئاسته اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية حضره وزير التربية ركز على مشروع بناء المدارس بطريقة الاستثمار كأول مشروع للصندوق وناقش الجوانب المالية والتصاميم التي تستعمل فيها مواد البناء الحديثة والمناسبة فضلاً عن اختيار النموذج الذي سيعتمد وسيعتمد لبنائها إلى ننبار فبعد توقف لنحو أربعين عاماً يعود معمل إسمنت الفلوجة إلى العمل من جديد لينتج ثمانمائة ألف طن سنوياً من مادة الإسمنت الأسود فضلاً عن تشغيل مئتي مواطن من الكسابة والعاطلين عن العمل التفاصيل في التقرير التالي بعد توقف استمر نحو أربعين عاماً معمل إسمنت الفلوجة يعود إلى العمل من جديد وبطاقة إنتاجية تجاوز ثمانمائة ألف طن سنوياً من مادة الإسمنت الأسود وبثلاثة أفران حرارية تعمل على مدار الساعة إنتاج لاقى قبولاً كبيراً في أغلب المحافظات كواحد من أهم الروافد الصناعية في العراق معمل إسمنت الفلوجة أحد معامل حراريات التابعة للشركة العامة للزجاج والحراريات الحقيقة المعمل كان متوقف من فترة طويلة جداً من عام 1986 صار توقيع عقد مع أحد الشركات المحلية باستقدام خبراء من شركات أجنبية لتأهيل وتشغيل المعمل المعمل الطاقة المتاحة السابقة أو التصميمية كانت 600 ألف طن نحن الطاقة المستدفى وفق العقد إلى مليون ونص سنوياً المعمل ينتج السمنت إن كان مقاوم أو عادي حسب طلب السوق وحسب الخطة الوضعها المستثمر الجهة المستثمرة لهذا المعمل حرصت على تشغيل عشرات الشباب من محافظة الأنبار التي تقدر أعدادهم بمائتي مواطن من الكسبة والعاطلين عن العمل فيما يأملون إعادة تشغيل مصانع أخرى ما تزال متوقفة منذ سنوات أهوائي مشقلة من القرمة ومن الفلوجة ومن الشابة ومن الدواية والحمد لله والشكر يعني مصدر زغنة هذا ونتمنى أن يشغلون بغية المعامل بعد ما كان متوقف هذا المعمل تم إعادة بناءه وتشغيله نحن أكثر 200 تقريباً عامل هنا ومسد بالبطالة والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل إنا والأعوان وتمر صناعة الإسمنتي بمراحل عدة بدءاً من المواد الأولية المحلية التي تجلب من الصحراء الغربية لتوضع بأجهزة خاصة حتى الوصول إلى آخر عملية لتضمن التعبئة والتصدير يتم جلب الصخور وهي المواد الأولية من الصحراء الغربية بعد أن تأتي إلى المعمل تذهب مباشرة إلى قسم الكسارات وهذه عملية إنتاج السمنت كلها مواد محلية 100% فبعد إنتاج الكلينكار وتكون على شكل كرات يتم خزنها في ساحات خاصة يتم أخذ هذه الكرات إلى عملية الطحن صنعة في الفلوجة عبارة غابت عن الأنظار لسنوات طويلة لكنها تعود اليوم من هذا المكان معمل سمنت الفلوجة الذي ينتج سنويا آلاف الأطنان من مادة السمنت الأسود لسد حاجة الأسواق المحلية في العراق من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة في حادثة جديدة هزت ديالة أغتيل شاب وسط سوق بعقوبة على يد مسلحين على دراجة نارية المزيد في هذا التقرير وسط سوق بعقوبة مسلحون على دراجة نارية يغتالون الشاب أحمد الحيالي ويلاذون بالفرار يقول شهود عيان النضحية صاحب محل التجهيزات الزراعية وأن القتلان نفذوا جريمتهم بأسلحة خفيفة أمام أنظار المارة دون الخوف من أي جهة حكومية قد تلاحقهم صبح فتحنا طبيعي جاء الولد يمنى جاء سلم عينه كالعادة يجينا وياه تريق يمنى وكمل رد راح هناك رد خطيئة دي يفتح الولد يطلع بغراضة ما حسنا إلا دراجة وكفت يمنى قبل فترة جو عانم قالوا أنهم كانوا واقفين يمي تشاجيه ورده وجوه وكفه يمي واقفين يمي يعني جايين علي مستهدفي عدين هو طلع خطيئة الولد يطلع غراضة بالشارع يطلع لديه أعرضها من ثنين وجوه يطفقه والقاتلين قيادة شرطة ديالة طوقت المكان بحثا عن الجنات بالإضافة إلى نسب سيطرات لملاحقة أصحاب الدراجات النارية المشبوهة وغير الأصولية التي غالبا ما تستخدم في ديالة للأعمال الإرهابية والاغتيالات باشرة قيادة شرطة ديالة بمحاسبة أصحاب الدراجات النارية التي لا تحمل أي مستبسك رسمي وذلك بسبب استغلالها من بعض النفوس الضعيفة والخلايا الإرهابية والخارجين على القانون لعمليات اغتيال وتصفية حقيقة هذا الموضوع بالوقت الحاضر الشددت عليه قيادة الشرطة ديالة ويتخوف مراقب من ارتفاع وطيرة الإغتيالات في ديالة بعد تسجيل أكثر من حالة خلال هذه الفترة وبالطريقة ذاتها مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا لوضع حد للمجامع الخارجة عن القانون اليوم نطالب بالحد من هكذا عمليات اجرامية نطالب بالتدخل العاجل من رئيس الوزراء اليوم أهل ديالة وشعب ديالة متخوفين من ازدياد عمليات القتلة التي تحدث بين الحين والآخر في ديالة فنحن كمواطنين ديالة وكمراقبين لشهد السياسي في ديالة والوضع العام في ديالة نود ونريد أن نحافظ على النسيج الاجتماعي في ديالة وتعتبر الدراجات النارية حاليا في ديالة من أخطر المركبات وذلك لتكرار استخدامها في عمليات الاختيال فيما قد يضع استمرار محاسبة المخالفين من أصحابها حدا لظاهرة باتت تمثل تهديدا حقيقيا لحياة الأبرياء من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة وفي ذيقار ظاهرة باتت تهدد المجتمع إذ سجلت المحافظة حالتين امتحار منذ بداية العام الجاري ما يدفع ناقوس الخطر على الوضع النفسي والاجتماعي يدق هذا الناقوس التفاصيل في هذا التقرير الانتحار ظاهرة باتت تهدد المجتمع العراقي خصوصا بعد ارتفاع معدلاتها لأرقام غير مسبوقة في البلاد لتسجل ذيقار مع بداية هذا العام حالتين امتحار الأولى لطالبين في الاعدادية من مركز المحافظة بطلق ناري بسبب علاقة حب أما الثانية فسجلها قضاء الشبايش لفتاتين دون العشرين لأسباب نفسية أول حالتين انتحار سجلت في محافظة ذيقار لعام 2024 لشهر كانون الثاني لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما في أحد أخضية جنوب محافظة ذيقار طالب في الصف الرابع عام وكذلك حالة شاب في مركز مدينة الناصرية انتحر بسبب صراحة من التفكك الاسري والخلافات الاسرية وبين باحثون اجتماعيون أن أسباب هذه الظاهرة هو التفكك الاسري وسوء التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى انتشار المخدرات بالنسبة للمواقع التواصل الاجتماعي وحالات الابتزاز الألكتروني اللي ما جاي يتوجهون للمنظمات المختصة أو للجهات المعنية مثل الأمن الوطن وغيره جاي نلاحظ حالة انتحار بصورة مطبيعية وزادت على الحالة وبالخصوص بالجنوب مثل ما قلت لك بين الأفراد المتوسطين دخلوا ومعدودين نواب من جانبهم أكدوا ضرورة تشكيل لجان متخصصة داخل البرلمان لمواجهة ظاهرة تعاض المخدرات التي تعتبر من أهم أسباب ازدياد حالات الانتحار في العراق بعض الأخوان النواب شكلوا لجنة هي لجنة مكافحة مخدرات بداخل مجلس النواب العراقي طبعا جزء من حالات انتحار سببها هو تعاطي المواد المخدرة اللي اليوم موجودة الحمد لله بدأ هذا العمل جاي نشتغل عليه بالأخير لازم يكون جهد حكومي بخصوص هذا الشيء وسجلت ذيقار خلال العام الماضي 86 حالة انتحار فيما أكد متخصصون أن محاولات الانتحار قد فاقت هذا العدد لتبقى المعالجات حتى الآن دون المستوى المطلوب لحل المشكلة من ذيقار سعد الركابية قناة الفلوجة ختاما احتضنت منطقة الغابات في مدينة الموصل مهرجانا لدعم قطاع غزة الذي يواجه عدوان الاحتلال الصهيوني منذ نحو أربعة أشهر وذلك بحضور من أكاديمي وأهالي محافظة نينوى وكموقف دعم لأهالي القطاع دعت الجماهير في المهرجان إلى ضرورة مقاطعة كل المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني كما ندد الحاضرون بجرائم الكيان المستمرة أمام أنظار العالم بعد مرور أكثر من مئة يوم على الحرب هذا المهرجان أتى بعد مئة يوم أكثر من مئة يوم من الحرب على غزة ضمن هذا التعتيم الإعلامي من قبل الإعلام الغربي وضمن السكوت الدول العربي هذا المهرجان هو لتذكير الشارع الموصلي بأن قضية فلسطين هي قضية أمة بأن قضية فلسطين هي قضية جامعة شاملة للجميع اليوم في هذا المهرجان في الحقيقة ما دعونا إلى مقاطعة الشركات المتصاينة وبعض منها مع الأسف عربية المنشأ وكل المتعاونين مع الكيان الصهيوني على الصعيد الاقتصادي ونحن قادرون على ذلك ولكن نحتاج أيضا إلى وسائل الإعلام التي تعدد لنا هذه الشركات في ساحتنا العربية وعلى الصعيد الأوروبي حتى يتب مقاطعتها من قبل المستهلكين العرب المطلوب من المسلمين أن لا تتوقف التفاعلات عند التفاعلات العاطفية لا بد من تفاعلات أخرى مؤثرة كالتفاعلات الاقتصادية من حيث المقاطعة وما شابه ذلك وواجب على كل مسلم أن يقول قولته نصرة لمسر ربينا صلى الله عليه وسلم النشر انتهت إليكم أبرز مجافية تداعيات هجوم عين الأسد تتفاعل واشنطن تعتزم الرد على الفصائل والسوداني يحذر من المساس بالسيادة قصف أربيل لا يمس سيادة العراق طهران تجدد التزامها بأمن بغداد وتؤكد العلاقات متينة ومترابطة وبغداد تنجز تدقيق أسماء موظفي كردستان ووزيرة المالية تحيط البرلمان بالملف العالق لن نتسلم أي إرادات نشر انتهت إليكم اشتركوا في القناة